خلال تفقد محاطة السلام إحدى محاطات الأوتوبيس الترددي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأوتوبيس الترددي سيمثل نمطا حضاريا جديدا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها للحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية وخلال الجولة استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع الأوتوبيس الترددي السريع حيث يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق